محمد إليك نعم يارا نتحدث عن استمرار الغارات الإسرائيلية نلاحظ الآن محمد انطلاق دفعة من الصواريخ من قطاع غزة إذن في هذه الأثناء شاهدنا أو نشاهد انطلاق مجموعة من الصواريخ من قطاع غزة في انتظار أن نعرف أهداف هذه الصواريخ نعم يارا هذا ما نشاهده ونلاحظه الآن في سماء قطاع غزة انطلاق رشقة صاروخية جديدة في هذه الأثناء من داخل قطاع غزة باتجاه مستوطنات الاحتلال الإسرائيلي ونلاحظ الآن أيضا القبة الحديدية الإسرائيلية وهي تحاول اعتراض هذه الرشقة الصاروخية الجديدة إذن هي رشقة صاروخية جديدة في هذه الأثناء الآن تعلن كتائب القسام الجناح المسلح لحركة حماس عن قصف أوفكيم برشقة صاروخية جديدة في هذه اللحظات في ظل هذه الرشقات أيضا نتحدث عن فقط في هذا اليوم يارا وفقط في مستشفى الاندونيسي في شمال القطاع نتحدث عن وصول شهيدة وثلاثة وثلاثين إصابة منذ الصباح حتى هذه اللحظة من الثلاثة وثلاثين إصابة ثمانية أطفال من ثلاثة وثلاثين إصابة نتحدث عن ثمانية أطفال في الغارات المختلفة التي شنتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي والمدفعية الإسرائيلية على شمال القطاع يحدثني الآن أحد الأشخاص من شمال القطاع ويقول لي بأن طبيعة إطلاق القذائف الصاروخية أو عفوا القذائف المدفعية من قبل الدبابات الإسرائيلية على شمال القطاع كان اليوم بشكل جنوني وغريب جدا وكأنها محاولات قتل عمد في أكبر قدر ممكن من المدنيين الفلسطينيين في شمال قطاع غزة هذه الطفلة الشهيدة وصلت نص جسدها عبارة عن أشلاء وصل إلى مستشفى الأندونيسي في شمال قطاع غزة إضافة إلى أن نتحدث عن هذه الغارات الإسرائيلية التي لم تكن فقط في أراضي زراعية بل طالت عدد من المواطنين الذين ربما في شارع أو ربما داخل منازلهم كما حدث مع أحد الشباب الذين قد استشهدوا اليوم في منطقة بيت حنون وهو داخل منزله نعم الآن نتحدث عن استمرار لهذه الرشقات الصاروخية من داخل قطاع غزة باتجاه مستوطنات الاحتلالة الإسرائيلي ونتحدث عن ما أعلنت به كتائب القسام بأنها قامت بقصف نيتفوت برشقة صاروخية جديدة ونلاحظ الآن أيضا القبة الحديدية الإسرائيلية وهي تحاول اعتراض هذه الرشقات الصاروخية التي تنطلق في هذه اللحظات من شمال عفوا من داخل القطاع باتجاه مستوطنات غلاف غزة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر